بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية إيجاد حل أولي لمشكلة النقل لأول مراحل حل مشكلة النقل بتكون مرحلتين المرحلة الأولى هي إيجاد حل أولي عندنا ثلاث طرق لإيجاد الحل الأولي طريقة رقم واحد هي طريقة الزاوية الشمالية الغربية طريقة رقم اثنين طريقة أقل تكلفة طريقة رقم ثلاثة طريقة بوجل كلها طرق لإيجاد الحل الأولي بعد إيجاد الحل الأولي بأحد هذه الطرق الثلاثة بتأتي المرحلة الثانية وهي تحسين هذا الحل إلى أن نصل للحل الأمس هنعرف في هذا الفيديو كيفية إيجاد الحل الأولي باستعدام طريقة الزاوية الشمالية الغربية في هذا المثال في هذا المثال نطلب مننا إيجاد الحل الأولي لهذه المشكلة باستعدام طريقة الزاوية الشمالية الغربية نضع بياناتنا في جدول بهذا الشكل الطريقة بتعتمد على أن تبدأ بالخلية التي تقع في أقصى اليمين أي تبدأ بهذه الخلية هذه الخلية يتم تخصيص لها كمية العرض أو كمية الطلب الأقل فيهم أي هنا كمية العرض 30 فيتم تخصيص 30 طن لهذه الخلية وهذا يعني أن يتم نقل 30 طن من المستودع واحد إلى حي مشرفة طيب بعد تخصيص هذه القيمة لابد من تخفضها من كل من الصف والعمود أي تصبح القيمة هنا 0 وتصبح القيمة هنا 45 بعد ما أصبحت كمية العرض 0 وكمية الطلب 45 يتم حذف الصف الذي أصبحت قيمة العرض عنده 0 أو العمود طبعا في هذه الحالة العرض هو اللي أصبح 0 فيتم حذف هذا الصف من الجدول ثم يتم تكرار هذه العملية مرة أخرى أي نبدأ بهذه الخلية ويتم تخصيص الأقل في الصف والعمود هنا 60 وهنا 45 فيتم تخصيص الأقل وهي 45 طبعا 45 أخصصها هنا وخفضها من 60 وخفضها هنا من 45 فهنا هيكون 45 وهنا هيكون 15 وهنا 0 فهيكون بهذا الشكل طبعا هنا أصبح العمود 0 فاستبعده من الجدول بهذا الشكل وكرر نفس العملية مرة أخرى هنا حبدأ بهذه الخلية ويتم تخصيص الأقل في الصف والعمود فهنا الأقل 15 فيتم تخصيص 15 لهذه الخلية ويتم حزفها من الصف ومن العمود فتصبح بهذه الصورة هنا أصبح الصف الثاني 0 فيتم استبعاده بهذا الشكل وكرر العملية مرة أخرى على هذه الخلية هنا الأقل هيكون العمود اللي هو 20 فخصص هنا 20 أصبح صفر وهنا أصبح 60 وأحزف هذا العمود باستمر في هذه العملية إلى أنتهي من جميع الخلية هنا الخلية اللي حبدأ بيها هي هذه الخلية أخصص الأقل في الصف أو العمود هنا الأربعين أقل فأخصص هنا أربعين وأحزفها من الصف والعمود أصبح العمود صفر أحزفه أصبحت الخلية الأخيرة الصف 20 والعمود 20 فخصص هذه القيمة لهذه الخلية حصلنا على حل أولي بهذا الشكل الحل الأولي هذا يعني تخصيص أو نقل 30 طن من المستودع 1 إلى حي مشرفة نقل 45 طن من المستودع 2 إلى حي مشرفة نقل 15 طن من المستودع الثاني إلى حي الحمراء نقل 20 طن من المستودع الثالث إلى حي الحمراء نقل 40 طن من المستودع الثالث إلى حي النزهة و20 طن من المستودع الثالث إلى حي الجمعاء هذا الحل يسمى الحل الأولي السؤال هنا ما هي تكلفة هذه الخطة للنقل بمعنى إذا نقلت 30 طن من المستودع الأول إلى حي مشرفة و45 من المستودع الثاني حي الحمراء نقلت من المستودع الأول 15 كاتلا من المستودع الثالث — من مستودع الثالث وإذا نقلت ال حي النزهة 40 طن من المستودع الثالث هو الحي الجمع 20 طن تكلفة النقل حتكون ببساطة ضرب الكمية في تكلفة نقل الطن يعني نضرب 30 في 9 زائد 45 في 2 زائد 15 في 8 زائد 20 في 3 زائد 40 في 10 زائد 20 في 8 أحصل على تكلفة هذه الخطة للنقل 1100 ريال السؤال هنا هل يمكن تخفيض التكلفة عن هذه القيمة أو بمعنى آخر هل هذا الحل هو الحل الأمثل للإجابة على هذا السؤال هيكون في الفيديو القادم